تواصل مصر جهودها الدقوبة لإدخال المساعدات للأشقاء في قطاع غزة رغم العراقيل من الجانب الإسرائيلي وأمام بوابة معبر رفح من الجانب المصري يقف رجال مصريون بشاحناتهم لفترة تمتد أحيانا لشهور لينسجوا قصة عن أبناء مصر الذين يرفضون ترك أخوانهم في قطاع غزة دون مساعدتهم يجتمعون سويا يتناقشون ويتسامرون في أمور الحياة طارة وفي أحوال الأشقاء الفلسطينيين طارة أخرى سائقوا شاحنات المساعدات الإنسانية يقضون وقتهم على الطرقات أكثر من بيوتهم أملا في أن تكون الأمور أفضل ويعود تدفق الشاحنات الإغاثية من جديد بعد أن أغلقت قوات الاحتلال معبر رفح الفلسطيني وأصبحت تتعنت في دخول الشاحنات من معبر كرم أبو سالم زي ما أنت شايف الوضع يعني ما فيش دخول ما فيش يعني العاجل متكدس برضو كده أنا محمل بالي شهرين من برسايت محمل مواد غزائية والله الوضع هنا هم بياخدوش البضاعة اللي بتاعت الأنروة كل البضاعة اللي بتروح اللي محملين دقيق محملين أي حاجة ثانية محملين بطاطين إنما بتاعت الأنروة غضبانين عليها ليه ما نعرفش؟ ده الأمر الطبيعي أنا بقى لأربع شهور وعشر طيام النية ما عندنا أصلا لما تعرضت علينا الحمولة اللي اتنين قلنا مساعدة هروح نساعد الناس اللي مش لها يتاكل هنرأك هنوده له وفي نفس الوقت شغلي زي أي شغل بالنسبة لي بس ما كناش متوقعين إن احنا نتحنط الفترة دي كلها عدنا لأربع شهور ساعات وأيام وشهور انتظر فيها هؤلاء الصائقون لحظة نقل المساعدات لأشقائهم في قطاع غزة منهم من مر بالتجربة عدة مرات وحكى عن سهولة العبور من معبر رفح المصري مقارنة بمعاناة التفتيش والتدقيق ومنع وعرقلة قوات الاحتلال لهذه الشاحنات فور وصولها لقطاع غزة من معبر رفح الفلسطيني قبل أن يتم احتلاله أو معبر كرم أبو سالم في الأراضي المحتلة الشاحنات هنا محملة بالمساعدات الإغاثية من غذائية مثل الدقيق والمعلبات وطبية من أدوية وغيرها من المستلزمات اللوجستية من الخيام ووسائل معيشية أخرى تم تحميلها وشحنها بمجهودات مصرية كاملة من تحميل وتغليف ونقل لمعبر رفح المصري الذي لم يغلق أبوابه أمام الأشقاء في قطاع غزة منذ اللحظة الأولى لبدء العدوان عليهم في أكتوبر عام 2023 كاريم بيبرس التلفزيون المصري